السلام عليكم ورحمة الله معكم هويدا محمود وان شاء الله النهاردة هنشوف طريقة مميزة جدا للبسبوسة من ضمن طرق كتيرة اوي انا قدمتها اي طريقة بتفكر تعمليها ان شاء الله هتلاقيها موجودة في القناة والنهاردة انا هقدم البسبوسة المطبوخة هنتبخها كده بطريقة بسيطة اوي على النار وبعد كده هنكمل سواها في الفرن طريقة النهاردة مميزة جدا هنعمل بسبوسة قطع زي اللي بنجيبها من عند الحلواني بالزبط دايما بنلاقي الحلواني بيطلحها من الصنية كده بالمقطع حتة مربعة ومتساوية وشكلها يجن لكن اول ما بنمسكها كده وناكلها بنلاقيها طرية وبتدوب في البقى طريقة النهاردة ان شاء الله هتطلع معك قطع لكن هتكون مرملة وطرية جدا وهتدوب دوابان يلا بينا نشوف طريقة النهاردة عملناها ازاي ونقول باسم الله واول حاجة هنبدأ بيها الصنية اللي هنعمل فيها البسبوسة وهندهن الصنية اللي مقسها 30 بفرشة سمنة وهنركنها على جنب مش هنعمل الشربط دلوقتي احنا محتاجينه في الاخر خالص علشان عايزينه صخر وكمان مش هياخد وقت على النار فنخلص البسبوسة خالص ونسويها بعد كده نبقى نشوف موضوع الشربط ده دي بقى المقادير بتاعته النهاردة معانا نص كيلو من دقيق السميت الدقيق ده وسط تمام كده بنجيبه من عند العطار من السوبر ماركت او من محل الخامات الحلواني الكيلو سعره 10 جنيه احنا النهاردة هنحتاج نص كيلو بس وناس كتير قوي دايما تسألني نص كيلو بيعمل كم كباية مج الشاي الازاز زي اللي انا مستخدمها ده كده ده حجمه صغير سنة بسيطة بيعمل 3 كبايات ونص لو مج الشاي الازاز عندكم حجمه عادي هيعمل 3 كبايات بس تمام كده هنحتاج كمال نص كباية من السمن البلدي سمن خليط سمن يعني اي نوع بيتفضلوا هتستعملوا عادي جدا معانا كباية سكر وكباية حليب وهنحتاج لمعلقتين من عسل الجولوكوز تمام كده طب ما عندناش عسل الجولوكوز هنحتاج ايه معلقتين من الشربط التقيل او معلقتين من عسل النحل يبقى كده احنا عندنا حلول لو ما لقناش عسل الجولوكوز البرتمان ده على فكرة انا بجيبه بعشرة جنيه وبيقعد عندي فترة كبيرة جدا برضو هنلاقيه عند العطار وكده مش ناقص غير اربع معالق كبار جوز هند وللأسف هنا بطلع الخمات ملقتش عندي جوز هند فهنعمل النهارده بسبوسة سادة من غير جوز هند ناخد بقى الحاجات الحلوة دي كلها ونروح على نار البتوغاز علشان نطبخ البسبوسة بنحتاج لطاسة كبيرة او حلة مفيش مشكلة اللي موجود هنطبخ في البسبوسة بنحط كباية الحليب الاول ومعاها كباية السكر النار هنا متوسطة وهنقلب بس السكر تقليبة بسيطة علشان انا دايما بلاحظ ان هو بيركن في النص كده وبيبقى مش تحتيه حليب ممكن يتلسع من تحت تقليبة بسيطة وبعد كده هنسيبه على نار متوسطة وهو هيدوب لوحده بعد كده طيب احنا ممكن نستخدم اللبن البودرة يعني كباية مية وندوب فيها تلات معالق كبار من اللبن البودرة وهيقضي الغرض برضو لو ما عندناش الحليب الطبيعي هنزل معاهم معلقتين كبار من عسل الجولوكوز والمعلقة اللي انا طلعتها دي يعني كبيرة كده ومليانة فدي بمقدار معلقتين عسل الجولوكوز يعني راخم شوية وهو بيطلع من البرطمان وبيدوب فنطول بالنا عليه لحد ما ينزل كله من المعلقة الكمية دي كلها هتدوب مع التقليب ومع الحرارة كمان بتاعت الحليب هنسيب بقى الخليط ده كده على النار لحد ما يبتدي يغلي في نوع دقيق يا جماعة انا اتكلمت عنه كتير قوي النوع ده بيدينا نتيجة وحشة قوي للبسبوسة بيكون ناعم قوي وابيض وبيعلم في الايد يعني بنحس كده ان هو بيعمل زي الدقيق في الايد الدقيق العادي اللي هو الطحين فالنوع ده نبعد عنه خالص علشان ممكن نستخدمه والمقادير مزبوطة والفرن مزبوط والبسبوسة برضو تطلع ناشفة ومشربة الشربات ونحتار يا طرغ لطنا في ايه والمشكلة كلها تبقى في نوع دقيق بيكون ناعم قوي ولونه فاتح وبيعلم في الايد لو لقينا دقيق سميد بالشكل ده نبعد عنه تماما اه طيب كده احنا حطينا السمنة بعد الحليب ما بدأ يغلي تقليبة بسيطة وهنزل نص كيلو دقيق سميد تمام هنعمل ايه هنا بقى هنعمل اهم خطوة في عمال البسبوسة كلها وهي التقليب اه هنا هنقلب شويش بهدوء مش هنبالك خالص لا في الخلط ولا في العجن ولا في اي حاجة نهائي احنا عايزين نخلط المكونات بس فبنخلطها لمجرد بس ان هي تمتزج مع بعض وبنكتفي اه النار انا لحد دلوقتي سيبها شغالة ما طفتش النار النار بعد ما حطيت دقيق السميد اه انا هدتها شوي وكده خلاص البسبوسة اتطبخت على النار ما اخدناش وقت نتفي بقى النار وناخدها ونرصها فلصانية هنزل المقدار كله فلصانية اللي مقسها 30 دهنينها من الاول بالسمنة هنساوي وش البسبوسة لحد ما نعامه خالص لو حبي ان نحط مكسرات هنحطها في الخطوة دي تمام كده اه الفرن زي ما قلت انا مشغالة من الاول من اول ما بدأت في اه تحضير البسبوسة كده خلاص بقى نرزحها على الرخامة كده اه رزعتين تلاتة كده نمسك حرف اللصانية ونخبطها على الرخامة وندخلها فرن البتجاز على الرافل في النص والنار من تحت نروح بقى للشرباط وعلى فكرة الشرباط اه انا عملته قبل البسبوسة ما تطلع من الفرن بخمس دقيق بس مش محتاجين ان احنا نعمله من بدري ولا حاجة معانا كبايتين من الميا كباية ونص من السكر وهحتاج معاهم اه كم نقطة كده من عصير اللمون اه شرباط البسبوسة ما بيحتاجش لمون اصلا لكن انا دايما بستعمل يعني عدد بسيط قوي من النقط بالشكل ده اه علشان يزبط لي الطعم بتاع الشرباط اضافة اللمون هنا اختياري وزي ما احنا شايفين النص اللمون يعني زي ما هي ما اخدناش منها غير اه الكم نقطة دول يعني حاجة بسيطة جدا وهنسيب الشرباط لحد ما يبتدي يغلي بعد كده هنحط زر في فانيليا وممكن اه معلقة صغيرة من السمن البلدي لو حبينا ان البسبوسة تبقى ريحتها مفحفاحة كده من السمن البلدي اه البسبوسة كده خلاص لست طالعة من الفرن حالا وهي سخنة جدا والشرباط كمان اه سخنة زي ما حضراتكم شايفين وهنبتدي بقى ننزل الشرباط شوي بشوي اه انا ممكن احط المقدار كله مرة واحدة لكن انا بوري حضراتكم ان اي كمية انا بحطها البسبوسة بتتشربها على طول وكده تبقى بسبوسة ممتازة جدا يعني النتيجة بتاعتنا هتطلع حلوة قوي وكده مش فاضل غير ان احنا نحمل خطوة بسيط قوي لكن هتدينا نتيجة حلوة هتخلي البسبوسة وشها طريق هنعمل ايه بقى هنغطيها بصنية وندخلها فرن البوتوجستاني الفرن سخن احنا طبعا طفينا النار لكن هو لسه سخن هنحط البسبوسة لمدة عشر دقايق او ربع ساعة بعد كده انطلعها لحد ما تبرد ابتدي بقى انقطعها بعد ما تبرد ويا سلام بقى لو البسبوسة دي باتت لتاني يوم هيكون طعامها احلى واحلى اه انا كده هقطعها علشان نشوف شكلها من جوه وزي ما حضرتكم شايفين السكينة مجرد ما بسحبها كده بتتقطع على طول وده معناه ان هي طرية وطلع بنتيجة هيلة اه نطلع حتة لكن انا عندي المقطع يعني اللي انا بطلع به مش ممتازم يعني من قدام رفيع وعريض من ورا فمش هيطلع لي الحرف كويس لكن لو عندكم اللي هو المقطع بتاع البسبوسة ده هتطلع قطع كده زي اللي الحلواني بيطلعها من الصنية بالزبط اه اول حتة دايما الحرف بتاعها بيكون كده مفاتفت بالشكل ده لكن لما بنقطع بعد كده كل القطع بتطلع مصبوطة اه ده شكل البسبوسة بعد ما خلصت النتيجة بتاعتها ممتازة ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا وعلى ضمانتي المقدار اللي انا بستخدمه للبسبوسة ده بستخدمه في طرق كتير قوي اه عملت البسبوسة العادية والمكرميلة وكل اللي جربها شكر فيها وان شاء الله طريقة النهار ده برضو هتعجبكم جدا جدا والسلام عليكم